بسم الله الرحمن الرحيم والألكتريك ديفايس أو الألكتريك ألمنت بنقسمها لعناصر لينير وعناصر النون لينير أو عناصر خطية وعناصر غير خطية تمام؟ العناصر الخطية دي بنسبة لنا زي المقاومة والملف والمكسف اللي هو بنسبة لنا الريزيستور والإنديكتور والكابستور ليه بنعتبر العناصر دي خطية؟ لأن علاقة الجهد والطيار فيها علاقة خطية يعني بالنسبة للمقاومة بتخضع على القانون أوم اللي هو الفي بتساول اي في الار تمام فبالنسبة لعلاقة اللي موجودة ما بين الطيار والجهد علاقة خطية طبعا بنرسمها بالشكل ده كده عندنا علاقة خط مستقيم وموجود عندنا اللي افترضنا الجهد هو اللي على الرأسي والطيار على الافقي فهيبقى بالنسبة لنا الميل بتاع الخط دوت هو عبارة عن المقاومة اللي موجودة عندنا تمام لو عكسينها وحطين الفي هي اللي على الافقي والطيار هو اللي على الرأسي هيبقى القيمة اللي موجودة عندنا او الميل اللي موجودة عندنا هو مقلوب المقاومة طيب ده بالنسبة المقاومة طيب بالنسبة الملف بالنسبة الملف عندنا ال VL بتساوي LDI BYDT يعني علاقة تفاضل ما بين الطيار وما بين الجهد بالنسبة لنا علاقة الضرب علاقة الاسمة علاقة التفاضل علاقة التكامل كل دي علاقات خطية ما بين الطيار والجهد بالنسبة المكسف بيبقى عندنا الطيار اللي هو ال IC اللي هو بتساوي واحد على C تكامل VDT تمام ده لو افترضنا انا ما كانش فيه قيمة مخزنة سابقا يعني في الكابستور يا وبرضو بالنسبة لنا العلاقة الموجودة ما بين الطيار وما بين الجهد بتاع المكسف هي علاقة خطية تمام لان هي علاقة تكامل والمرة الفات كان عندنا علاقة تفاضل واول مرة كان عندنا علاقة ضرب او علاقة اسم فكل دي نسميها linear element تمام طيب العناصر النان linear دي اللي هي بيبقى فيها سيمي كوندكتورز عموما يعني زي مين بقى زي الديوت زي الترانزيستور بانواعه سواء بقى بيجي تي سواء فت اي نوع من انواع دي تمام طب ليه بنعتبرهم عناصر النان linear في الغالب في اغلب الانواع دي هنلاقي العلاقة الموجودة ما بين الجهد والطيار هي علاقة اكسي من انشل طبعا عارفين العلاقة اكسي من انشل علاقة غير خطية تمام او هتبقى علاقة علاقة تربعية او دلة تربعية تمام طيب نشوف الكلام ده لو انا جيت مثلا بنتكلم على الضايت تمام عندنا الطيار بتاع الضايت اللي موجود عندنا عبارة عن من اس في اي اس في اي وس وي دي على ال في تي ناقص واحد اتأكد بس من العلاقة انا كتبها هنا اس في اي وس في اي دي على ان في تي على ان في تي وبالنسبة لقيمة ال في تي ديت كانت بتساوي NKT على Q او معلش هي على VT بس NKT على Q نسبة لنا القيو دي ليه ونسبة للT ده اللي هو القيو اللي هي بولت زمان والT اللي هي وبالنسبة لي الN ده برضو عبارة عن قيمة ثابتة تمام وقلنا القيو اللي هي الحارج اللي كانت موجودة عندنا ده بيسميه Ideality Vector Ideality Factor المهم بالنسبة لنا اللي أنا بالنسبة لعلاقة الطيار مع الجهد هي علاقة exponential تمام طبعا دي اللي كنا بنمسنها بالكيرف اللي كان بيبقى موجودة عندنا بتاع الدايوت تمام اللي هو العلاقة ما بين الVD وما بين الID تمام وطبعا هنا القيمة على حسب بقى أنا مستخدم سيليكون ولا جلمانيوم ولا كده تبقى القيمة بالنسبة لي 7 من 10 أو 3 من 10 ده لو كان سيليكون وده لو كان جيرمانيوم تمام فبالنسبة لنا العلاقة علاقة غير خطية ده بالنسبة للدايوت تمام طيب بالنسبة للترانزيستور هنلاقي المعادلات اللي موجودة عندنا بالنسبة للبي جي تي IC بتساوي الـ IS في الـ VBE على الـ VT يبقى برضو عندي علاقة اللي موجودة ما بين الطيار الـ IC وما بين الـ VBE تمام طبعا ده لو أنا شغال في الـ Active Region يعني تمام هتبقى العلاقة اللي موجودة عندي علاقة تمام برضو بالنسبة للفت تمام هنلاقي العلاقة بتاع الطيار الـ IDS في حالة الـ Saturation Region طبعا عندنا في الفت بي بقى عندنا Saturation وبقى عندنا Linear وعندنا Active Region أو معلش وعندنا Linear Region Linear في حالة الفت ده يقابل Saturation في حالة الـ BGT والSaturation في حالة الفت ده يقابل Active Region في حالة الـ BGT هنلاقي برضو موجودة عندنا مجموعة من الـ Constant في المعادلة الميو ده سابت خاص بالموبيلتي والـ C ده عبارة عن الساعة اللي موجودة عندنا اللي موجودة على طرف الجيت والـ WD اللي هي بالنسبة لنا الـ Wits والـ L ده اللي هو بالنسبة لنا Lens بتاع الترانزيستور ده الـ Wits بتاعه يعني كلها قيم Constant يعني تمام وبالنسبة لنا برضو الـ T دي بتبقى برضو قيمة Constant أو الـ VT يبقى أنا بالنسبة لي في علاقة ما بين الـ VGS وما بين الـ IDS تمام من كلام ده وطبعا علاقة تربعية تمام يبقى بالنسبة لي كده الـ IDS عبارة عن Function في الـ VGS تربية تمام فبالنسبة لنا كده العلاقات اللي موجودة سواء بالنسبة للـ BGT أو اللي موجودة بالنسبة للـ FIT أو اللي موجودة بالنسبة للـ DiT كلها علاقات Non-Linear لكن اللي كانت موجودة في المقاومة والملف والمكسف كلها علاقات Linear برضو هنلاحظ نقطة تانية احنا بالنسبة لنا في حالة الـ BGT كان عندنا الطيار الـ IC تمام كان عبارة عن Function في طيار الـ IP تمام يعني مجرد لنا بغير في طيار الـ IP اللي كان موجودة عندي هيغير لي في طيار الـ IC تمام وطبعا ده واضح من الكيرفات بتاعة الـ BGT تمام تبدأ تغير في قيم الـ IP هتغير لك في الـ IC اللي كانت موجودة عندك عند الخارج ده الـ IC وده الـ VCA فيه عندنا نوع تاني طبعا ده منسميه Current Control Current Source فيه نوع تاني منسميه Voltage Control Current Source تمام اللي هو حالة الفت تمام الفت أنا بتحكم فيه عن طريق الجهد اللي هو الـ VGS لما ببدأ أغير في قيمة الجهد الـ VGS بابدأ أغير في قيمة الـ Current Source أو مصدر الطيار اللي كان موجود عندي تمام فلذلك نقدر نعتبر الفت عبارة عن Voltage Control Current Source الـ Volt اللي بيتحكم هو Volt أو جهد الـ VGS وبيتحكم في الطيار اللي هو طيار الـ IDS المرة اللي فات كان الـ Current اللي موجودة عندنا هو طيار الـ IP وبيتحكم في طيارا الـ IC اللي كان موجودة عندنا عند الخارج تمام لذلك الكيرفات اللي موجودة عندنا بالنسبة للـ PGT والفت بيتلاقيها وغدة شكل كده افقي تمام والمحور الرأسي موجود عندنا عليه الطيار الافقي عليه الجهد والرأسي عليه الطيار فده من نسبة لنا الشكل العام لل اللي الطيار سابت والجهد بيتغير تمام طيب في حالة الضايد هتلاقي الكيرفل اللي موجود عندك ده مقلوبة تمام في حالة الضايد الكيرفل اللي موجود عندنا بيبقى العكس كده ده الجهد وده الطيار اللي موجود عندنا يعني من نسبة لنا الجهد سابت والطيارة بتغير يومي نسبة لنا في حالة الدايود أنا عندي مش current source لأن الجهد يسابط والطيار هو اللي بيتغير طيب فهنلاقي المعادلة اللي كانت موجودة عندنا بتاعة الدايود اللي أنا بدأت أغير في الطيار بتاع الـ IP وطيار الـ ID أو طيار الدايود هو اللي بيغير في فرق الجهد اللي موجود عليه تمام فبالنسبة لنا الطيار هو اللي هيغير في الـ voltage source اللي كان موجود عندنا فبالنسبة لنا الدايود يعتبر current control voltage source تمام في النوع الرابع اللي موجود عندنا اللي هو voltage control voltage source واللي هو الـ operational amplifier يبقى احنا كده برضو عارفنا الاربع عنواع اللي موجودين عندنا هو ايه الـ current control current source هو ايه الـ voltage control current source هو ايه الـ current control voltage source والvoltage control voltage source تمام هنكتفي بكده المراضي وان شاء الله